بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبته التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعلم الله أما بعد نكمل قراءة وشرح كتاب الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري أبي القاسم رضي الله عنه وأرضاه وما زلنا في أبواب أهل الكمالات التي لابد أن يمروا بها ويعيشوا فيها طول عمرهم حتى يصلوا إلى مولاهم تكلمنا على باب العبودية قبل ذلك في المجلس السابق فاليوم نتكلم على باب الإرادة الإرادة بالدال الإرادة ومنها بنسمي إيه السالك مريد مش كده برضو نسميه مريد ليه عشان عنده إرادة وإيه هي الإرادة نهوض القلب إلى الله قلبق ينهض إلى الله فالإرادة بالنسبة للقلب لأعمال القلوب كنية بالنسبة لأعمال الجوارح فهمت؟ يعني أنت ما تيجي تصلي بتقب بتنوي صلاة كذا لله فالنية في أعمال الإيه الجوارح تساوي الإرادة في أعمال القلوب لكن الفرق بين نية أعمال الجوارح إن أعمال الجوارح مؤقتها وتخلص صلاة تخلص أربع ركات وتسلم الصيام شهر وتعدي الحج موسم وينتهي فبتنتهي نية نواية الأعمال الجوارح بالانتهاء من العمل لكن إرادة القلب ونية القلب فهي مستمرة إلى يوم القيامة إلى أن تموت شوف بقى مجرد تبتديها لابد أنها تستمر حتى في حل نومك ويقازتك شوف تبقى لي لأن أعمال القلوب غير مؤقتة أعمال القلوب غير مؤقتة زي ما القلب كده مالوش وقت يشتغل وقت ينام لو قلبك نم شوية معنا مت صح ولا لأ فطالما القلب مالوش راحة تبقى عماله مالوش راحة تقيمت بقى إزاي من جنس العضو اللي هو فيه عضو يدق من يوم ما إيه ما أمك تبقى حامل فيك في الشهر الرابع يتكون القلب وانت جسا جنين في بطن أمك يقعد يدق ويفضل يدق الحد ما إن شاء الله تعيش مئة سنة ما يبطلش من يوم ما دأ ما يبطلش لو بطل يكبروا عليك أربع وبالتالي الإرادة لو انتفت من القلب يبقى مات القلب أو من كان ميتا فأحييناه واجعلنا له إيه نورا يمشي به في الناس نور الإرادة وإيه والحرص على الوصول إلى الله ومرضاته فيهم تبقى إزاي يبقى هي نهوض القلب وهمته في طلب الحق هذه معنى الإرادة يبقى هي همة وعزيمة بمنزلة القصد والنية في عمل الجوارح واضح؟ بس في فرق كبير بين الإرادة أنها لا تنتهي ومستمرة مدة عمرك أما نوايا الأعمال الأخرى بتنتهي بنية العمل وخلاص قال الله عز وجل وَلَا تَطُرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيءِ يريدون شوف أهي يريدونه يريدون وجهه جاءت الإرادة منين؟ يريدون وجهه وجهه يعني ذاته لهم بيفكروا في جنة ولا في نار ولا بيفكروا في تسهيل في الدنيا ولا تعبط في الدنيا ولا إن ربنا يخل تجارته ريجة أو تجارته بايرة هو مش بيعبد ربنا عشان الحاجات دي خالص دي عبادة العوام هو بيعبد ربنا على كل حال ولو لم يخلق جنة ولا نار لأنه عبد لله فيهم تبقى إزاي؟ قادي المعنى يريدون وجهه لألبا إيه؟ يخافون عقبته أو يرغبون في ثوابه الحاجات دي جاية ضمنا لكن ليست هي المقصودة تأتي ضمنا وليست هي المقصودة فيهم تبقى؟ زي أنت كده مسلا ما تبقى رايح مسلا مشوار فوسيلة المواصلات دي هي دي مش هدفك ده دي الوسيلة اللي حتوصلك لإيه؟ لهدفك وليست هي نفسها لهدف فالعبادات دي كلها اللي أنت بتعملها دي كلها دي وسائل لكن الهدف هو الله فهمت بقى إزاي؟ عشان كده على إيه؟ يريدون وجهه وأخبرنا أي بإسناده المتصل المصنف والإمام الكشيري قال وأخبرنا علي بن أحمر بن عبدان قال أخبرنا أحمر بن عبيد قال حدثنا هشام بن علي قال حدثنا الحكم بن أسلم قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله الله ده المريد ما يبقاش مريد إلا إذا أراده الله يعني عمرك ما حتنهض وتجيلك لمحة الإرادة في القلب دي إلا إذا كان ربنا أرادك قالك تعالى يا عبدي فتبصت لا إيه؟ ينبط فيك شعاع الإرادة يبقى ربنا هو اللي بيريد الأول فهمت بقى إزاي؟ فالمريد مراد المريد في الظاهر مراد في الباطن والمراد في الظاهر مريد في الباطن فهمت بقى فلا تنفكان يبقى إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله استعمله إيه؟ يعني استعمله في الطريق الموصل إليه فهمت أدي معناها فقيل له كيف يستعمله يا رسول الله فقال يوثقه لعمل صالح قبل الموت يقوم حتى لو هو كان ماشي في غفلات في حياته في حياته يعني عمره يقوم ربنا يلهمه قبل ما يموت بأيام بسيطة ولا شهور ولا سنوات أنه هو إيه؟ يغير ما صار حالاته ويتوجه إلى مولاه أهو ده بقى إيه؟ توفيق الله أنه هو يدركه توفيق الله قبل الموت بتوبة النصوح باستقامة باكتهاد لم يكن هو فيه في شبابه أو قبل بداية حياته وغير ذلك لأن في ناس بيبقى في البداية مكتهد وبعدين يفطر وبعدين قبل موته يبقى في أسوأ حالته لكن إحنا عايزين لا العبرة بالخواتين العبرة إيه؟ بالخواتين والإرادة بدء طريق السالكين زي ما قلنا النية كده يا بداية العمل كذلك الإرادة هي بداية توجه القلب في الطريق إلى الله هي دي البداية وهي أول وهي اسم لأول منزلة القاصدين إلى الله تعالى يعني أول محط محطة البدء المطار اللي حطير منه المولك وإنما سميت هذه الصفة إرادة لأن الإرادة مقدمة كل أمر فما لم يرد العبد شيئا لم يفعله عمرك ما هتفعل حاجة إلا وإنت عايزها ما الإرادة دي يعني إيه؟ يعني أنا عايز كذا أو عاوز كذا تهيبت إزاي؟ I want to تهيبت إزاي؟ يعني أنا متوجه إليك يعني لازم يبقى فيه الرغبة I wish to تهيبت إزاي؟ كمان يبقى فيه رغبة وأمنية فلابد تب الحكاية دي جوه القلب فلما كان هذا أول الأمر لمن سلك طريق الله عز وجل سمي إرادة تشبيها بالقصد في الأمور التي هو مقدمتها اللي هو القصد المطابق للعمل اللي هي النية؟ عند الفقاهاء بقى والمريد على موجب الإشفاق والمريد على موجب الاشتقاق اشتقاق اللغوي يعني والمريد على موجب الاشتقاق من له إرادة عمرك ما هتبقى مريد إلا لو كان لك إرادة كما أن العالم من له علم لأنه من الأسماء المشتقة أصل مريد ده اسم فاعل من إيه؟ من أرادة يعني أرادة إرادة فهو إيه؟ مريد هذه الاشتقاقات بتاعتها ولكن المريد في عرف هذه الطائفة بقى الطائفة اللي هم هي أهل التصوف يعني لأن كل طائفة لها مصطلحتها فكل طائفة لها الاستلاح بتاعها تقعد مع أهل التصوف يقول لك حاجات معينة بيبقى ليها معنى عندهم غير المعنى اللي عند غيرهم يعني لما تقعد مع أهل التصوف تقول له مين الفاعل يقول لك الله تقعد مع أهل النحو تقول له مين الفاعل تقول الذي قام بالفعل وهو مرفوع مش كده برضو كل واحد بيكلم المقترع العلم اللي هو نشأ فيه فهمت بقى المسألة فكل طائفة لها المصطلح بتاعها ولكن المريد في عرف هذه الطائفة من لا إرادة له إزاي يبقى مريد وملوش إرادة؟ يعني لا إرادة له يعني لا إختيار له بنفسه فلو عادي يخرج من اختيار نفسه لاختيار مولاه يبقى هو مريد بمعنى أنه خرج من إرادته النفسية إلى إرادة الله منه تفهمت بقى إزاي؟ مش ماشي مع رغباته لا ده ماشي مع مراد الله يبقى من لا إرادة له يعني بمعنى لا اختيار نفساني له فمن لم يتجرد فمن لم يتجرد عن إرادته يعني رغباته وشهواته لا يكون مريدا للحق يعني كما أن من لا إرادة له على موجب الاشتقاك لا يكون مريدا وتكلمنا شوف أما يقول لك الطائفة دي يقول لك المريد يعني معنى ليه إرادة يقول لك المريد من لا إرادة له إيه الكلام الفوزية ده ليسا ميته مريد وملوش إرادة لأنه بيتكلم على جهات إذا فكت الجهن حل الإشكال يعني المريد لمولاه من لا إرادة نفسانية له ولا شهوة له فهمت إزاي؟ أدي معنى وتكلم الناس في معنى الإرادة مين الناس؟ اللي هم أهل التصوف الطائفة اللي بتتكلم في المواضيع دي اللي هي العبادات القلبية الطائفة اللي كلمت في العبادات القلبية سموناهم إحناها للتصوف والطائفة اللي كلمت في الأعمال العملية سمناهم الفقهاء تروح للفقيه ويقول لك إزاي تصلي إزاي تحج إزاي تصوم إزاي تبيع وتشتري إزاي تطلق إزاي تتجوز إزاي وخلاص فهمت إزاي؟ يعني الفقيه بيكلمك على الهيئة الظاهرة في العبادات لكن الصوفي بيكلم قلبك هيئته إيه بقى في الحالة دي فهمت؟ على شك كده تكلم الناس يعني اللي هم أرباب أهل القلوب واضح؟ في معنى الإرادة فكل عبر على حسب ما لاح لقلبه يعني ما ظهر في قلبه لأن كل واحد بيقول حسب خبرته وتزوقه لمعنى الإرادة لأن إحنا قلنا علم أهل التصوف ليس قوالب محفوظة بل هي أزواق معاشة فهو كل واحد بيبقى عايش حالة معينة بيتكلمك عنه وبالتالي لما تيجي أنت تتكلم عن حاجة أنت عايشها هتعبر بألفاظ غير الألفاظ اللي أنا هقولها الحاجة نعايشها فلو اتفقنا في الألفاظ نبقى كدبين إحنا الاثنين يبقى أهل التصوف لو اتفقوا يبقى فسدوا يبقوا بيكذبوا بخلاف العلماء العلماء ما يتفقوا يبقى إجماع يبقى حجة أهل التصوف لو اتفقوا في الكلمة يبقى هما مش بيكلموا على أحوال القلوب ولا أرباب القلوب دول دول بيكلموا على القوالب وإحنا مش بنتكلم على القوالب الظاهرة يعني منكلف على الوجدانيات والأمور الوجدانية عبارة التعبير عنها تختلف باختلاف كل إنسان فهمت بقى إزاي عشان كده أنت لما تدخل العمل ده اللي هو عمل تربية القلوب ممكن يبقى ليك أنت تعبيراتك الخاصة لأن انت هتعايش المعاني دي فتيجي ما تتكلم تتكلم بتعبيراتك الخاصة لا بأس وعشان كده يقول لك إيكون أنت ولا تكون غيرك إيه وهتقلت غيرك في الكلام عيش وتكلم فهمت إزاي زي واحد جعان مدقش الأكل خالص وقاعد يتكلم على طعم الأكل هيبقى كلام مبارد قوي ده جعان ولداء هيتكلم يقوليه بقى ده بالزبط اللي هو ما تصوفش وبيتكلم على التصوف يبقى بارد قوي ليه لأنه مش بيقول حاجة هو عاشها ولا تجربة هو عايشها بخلاف الإنسان اللي كله وشبع وشرب ومبسط وقاعد يوصف لك إيه جودة الطعام وحلاوته وشعوره بالري والشبع لأنه عايش الحاجات دي ده فاكسر المشايخ قالوا الإرادة ترك ما عليه العادة يعني أول الإرادة الخروج عن عادتك عاداتك اللي أنت أصلا تعودت عليها فجعلتك تعرض عن مولاك لازم تخرج من عادتك ترك ما عليه العادة وعادة الناس في الغالب التعريجه في أوطان الغفلة لأن طبيعة النفس عايزة الغفلة وعايزة التنبلة وعايزة الكسل وعايزة كل حاجة تفهمت زي لسا حقوم لسا حعمل عايزة كده تبقى تنبلة تفهمت زي هي طبيعة النفس كده كسولة ما تقدرش تحركها إلا لو سقتها عاملة زي الدبا الحرون لما يبقى عندك دبا حرون حمار حرنان حرنان هيمشي إزاي إلا بالضرب فهمت؟ وعاد ما يدوق الدرب ويخاف منك يبتدي يمشي زي القلب زي الحمار بتقول له حايحة يس يس النفس كده في الاول تبقى حرنانة مش قادر اقوم اصلي الفجر اسطنا لازم اخد راحتي في النوم تقوم تقومها مرة واتنين وتلاتة وتجبرها خلاص تتعود تسحل واحدة لكن الاول لا فهمت؟ في طبيعة النفس كده لان عادة الناس التعريجه في أوطان الغفلة التعريج يعني يعني الاقامة الاقامة في الغفلات عايز يقعد بقى قدام التليفزيون ويقلب في المحطات ويتفرج على الافلام ويقلب في الواتساب ويتقلب على الفيسبوك ويقعد كده هو يواخد بالك زي متنح كده ما يعملش حاجة عايز كده هو الانسان طبيعته كده لازم تخرج من ده بقى يبقى عندك اوراد وعندك عبادات وعندك اعمال وعندك اوقات ولازم تهم بقى هم بقى وشوف مصلحتك فهمت بقى ازاي؟ مش كده وبس التعريج في أوطان الغفلة والركون الى اتباع الشهور والاخلاد الى ما دعت اليه المنية المنية اللي هي ما يتمناه يعني الرغبة يعني انما المريد بقى منسلخ عن هذه الجملة كلها فصار خروجه امارة خروجه عن عاداته يعني عن عادات الناس امارة ودلالة على صحة الارادة يبقى امارة يعني علامة فسميت تلك الحالة ارادة وهي خروج عن العادة كان من عادته اسمع الادان يتمبل شوية وبعني يقوله كما صلي ما هو واجب موسع مجرش حاجة نبقى نصلي بعد ساعة والوقت واسع معانا لكن اما تجيله الارادة يسمع الادان يسيب اللي في ايده يروح يتوضى وينزل ما يقدرش يبقى سامع الادان وهو قاعد بعيد عن المسجد لانه خلاص بقى تيقظ انما التاني تنبل مسوف بعدين ان شاء الله حاضر وما يعملش خد بالك سنين طويلة من عمره وهو في غفلات فان ترك العادة امارة الارادة ترك العادة امارة الارادة وربنا في العبادات الحسية عايز برضو يخرجك من عادتك يوم يش يؤمرك بالصيام عشان ما تاكلش في الاوقات اللي انت جعان فيها تتعود تبقى جعان والاكل قدامك مش هيكل عشان يعلمك الارادة يعلمك برضو توقيت الصالة كان ممكن يعمل لك صلاة الفجر في الساعة تسعة الصبح بعد ما تشبع نوم لا يخليها في الاوقات اللي هي احلى اوقات ايه للنوم ما يحلوش النوم قوي الا في هذا الفجر بنص ساعة يا سلام هو ده النوم الجميع يجي لك بقى الله اكبر الصلاة وخير من النوم قوم فز يا عبدي يعني هو ربك حتى من خلال العبادات بيخرجك من العادة يفرع عليك الزكرة لان عادة الانسان حريص عايز يمسك ماله ويحوش يقول له لا طلع طلع المال يعني معظم العبادات حتى اللي انت بتاخدها في الاسلام كلها عبادات تخرجك عن الايه عن عادة النفس فيبقى ايه فان ترك العادة امارة الارادة واحد مدخن تيجي تقول له بطل تدخين مش متعود عليه يا عم ما اقدرش لانه ما عندوش ارادة لو عندو ارادة هيبطل التدخين في الحال فاهم مش يقول لك اسلحة اصدق ايه ما تصدق طب انت كده بتمرد نفسك فاهمت ازا هتمرد نفسك وتبعد عن ربك والملايكة بعيدة عن اللي بيدخن لان الدخان رائحة كريهة والملايكة بتبعد عن الرائحة الكريهة يعني حتى انت بتدعو ربك بفم فيه اثر الدخان لن تجد ملايكة تعقول لك امين شوف قد ايه طب وليه بتدخن يقول لك اسم مش قادر عادة اتعودت على كده اه متعودة يبقى ادم متعودة دي يبقى مش من اهل الارادة فهمت بقى ازاي فان حقيقتها فام حقيقتها بقى فينهوض القلب في طلب الحق سبحانه ولهذا يقال انها لوعة تهون كل روعة يعني حب شديد يهون كل شدة تقابلها في الطريقة شوف انت ما تبقى عندك رغبة وعايز تبقى ايه ناجح في عملك تقوم ايه تصهر كتير وتقلل نومك وتبقى في العمل لمدة طويلة وتاخد كرصات وتدرس وتاخد شهادات وتعمل فيه كل ده مش تعب لكن لانك انت بتحب انك انت تطور نفسك فحبك لتطوير نفسك يخليك تصبر على لوعات وايه ومشاقات الوصول الى الحق فهمت ازاي وكذلك في كل شيء ترغبه عشان كده بقولك يا لوعة تهون كل روعة لوعة يعني حب شديد في القلب يدفعك الى ارتكاب المشاق النفسانية ومخالفتها حتى تصل الى مولاتي ادي المعنى سمعت الاستاذ ابا علين الدقاق رحمه الله يقول حاكيا عن ممشد الدينوري يحكي لك بقى عن ايه العلماء اللي هما والاولياء اللي سلكوا طريق الارادة انه قال ماذا علمت ان احوال الفقراء جد كلها لم امزح فقيرا اللي في طريق الارادة الى الله عنده كل حاجة يسمحها جد ما عندوش هزار لانه بيعتبر ان الحق يكلمه من خلال صوت الخلق فاهمت بقى ازاي فيقوم ايه يبقى عندو كل حاجة جد ما فيش حاجة اسمها هزار فاهمت يبقى منذ علمته ان احوال الفقراء جد كلها لم امازح فقيرا زي ما ادت لك انا مثال كده سيدنا الامام الشبلي ماشي في سوق بغداد سوق الخضار فواحد بيقول الخيار بدرهم عادي كلنا نسمع الكلمة دي ده 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 تمن الخيار ام قال اذا كان الخيار بدرهم فماذا يكونوا تمن الاشرار يعني هو فيهم الخيار الاخيار ما فيهمش الخيار اللي هو بيبتاكل ادي معنى ان ما في عندوش حاجة اسمها ايه هزار كل حاجة يفهم زي ما يقول له مسلا ايه سمع واحد بيقول ايه زعتر بري بيبيع راجل عطار بيقول زعتر بري هو سمعها اسعى ترابري اسعى ترابري سمعها بطريقة تانية مختلفة ادي معنى ان الفقراء دول اللي قلبه مشغول بمولاه يسمع حتى الكلام اللي انت بتسمعه عادي هو يقوله بمعنى تاني لان قلبه بيترجم له الامور بطريقة مختلفة فهمت بقى فهو بيقولك هنا كده مد علمته ان احوال الفقراء جد كلها لم امازح جد كلها لم امازح فقير ما هزرش مع فقير ابدا لانه ممكن لهزاري الى بجد ياخد الكلام اللي فيه دعابة ياخده بجد فبقى يخاف يكلمهم ايه بكلام فيه مزاح بسبب ايه وذلك ان فقيرا قدم علي فقال ايه الشيخ اريد ان تتخذ لي عصيدة واحد فقير من الفقراء المقطعين لله قرسه الجوع بقى له ايام مكلش دخل على الشيخ مامشد الدينوري قال له انا عايزك تعمل لي شوية عصيدة اكلها كويس لان ما بيشربش وما بيكلش ريقه ناشف فعايز العصيدة دي طريقة يتزلط على طول حاجة سهلة يعني ليه بقى لانه ريقه ناشف وما كلش بقى له كتير عايز حاجة تدخل جوفه بسرعة فهمت فجرى على لساني ارادة وعصيدة بقى انت في شكل المريد وبعد انت دور لي على شهوة نفسك عصيدة فهمت ازاي ازاي تكتمع دي ارادة وعصيدة فتأخر الفقير ولم اشعر بك الفقير سمع الكلمة دي رح سايبه ومشي وهو دور على الخدم بتاعه وقال له عمل لنا عصيدة فعلى ما عمل العصيدة ورجع يدور على الفقير ده ملقهوش مشي فهمت فتأخر الفقير ولم اشعر به فامرت باتخاذ عصيدة وطلبت الفقير فلم اجده فتعرفت خبر سألت عليه فقيل لي انه انصرف من فوره وكان يقوله في نفسه ارادة وعصيدة يعني هو بيعاتب نفسه ازاي تبقى انت مريد لربك ورايح تريد العصيدة عيد يعني قاعد بيقنب في نفسه ارادة وعصيدة ارادة وعصيدة وفدل يكرره وهمة على وجه حتى ماتة من الجوع عشان كده بقى يخاف ان يهزر مع الفقراء تهمت ازاي بقى يخاف يهزر مع الفقراء ما عندهمش هزارة ما عندهمش وقت ايه للدلع في دنياه عن بعض المشايخ قال كنت بالبادية وحدي فضاق صدري فقلت يا انس كلموني يا جن كلموني هو ماشي بقى ايه في صحراء مفيش حد بيكلمه فهتف بيه هاتف ما تريد فقلت اريد الله تعالى فقال متى تريد الله يعني ان من قال للجن والانس كلموني متى يكون مريدا لله ده انت مريد الخلق انت بتنادي على الخلق وفي الاخر تقول لي اريد الله بطل كدب بقى فهمت متى يكون مريدا لله عز وجل والمريد لا يفتر اناء الليل والنهار فهو في الظاهر بنعة المجهدات وفي الباطن بوصف المكابدات فارق الفراش ولازم الانكماش الانكماش اللي هو الخمول عدم حب الشهرة ولا الظهور ولازم الانكماش وتحمل المصاعب اللي هي رياضات النفس واخد بالك وركب المتاعب اللي هو الاكتهاد في طاعة مولاه وعالج الاخلاق وابتدى بقى ايه يعالج اخلاقه الزميمة ويحل محل الاخلاق النبوية الشريفة ومارس المشاق وعانق الاهوال وفارق الاشكال اللهم الاقران لشان الاقران حيشغلوه كما قيل ثم قطعت الليلة في مهمهن يعني في سحراء لا اسد اخشى ولا ذيبا يعني لا خايف من اسد ولا خايف من دين يغلبني شوقي فاطوي السرى السرى اللي هو السير ليلا يعني ولم يزل ذو الشوق مغلوبا يعني اعتراب بالعجز والضعف في طلب ايه طلبا للقدرة والقوة من الله يعني انت لن يغطيك الله بقدرته ولا بقوته الا اذا اظهرت عجزك وايه وضعفك فاهمت زي ما بيقول في الحكم العطائية تخلق بوصفك يغطيك بوصفه فاهمت ازاي سمعت الاستاذ ابو علي الدقاق يقول الارادة لوعة في الفؤاد لدغة في القلب غرام في الضمير انزعاج في الباطن نيران تتأجك في القلوب سمعت محمد ابن الحسين يقول سمعت محمد ابن عبد الله يقول سمعت ابا بكر السباك يقول سمعت يوسف ابن الحسين يقول كان بين ابي سليمان اللي هو ابي سليمان الداراني واحمد ابن ابي الحوارة عقد يعني تعاقده انه ما يخالف لهش امر يعني خد عليه العهد انه ما يخالف لهش امر سيدنا سليمان الداراني جاله احمد الحوارة ده تلميز عنده فخد منه العهد انه ايه لا يخالفه في امر ابد كويس لا يخالفه احمد في شيء يأمره ايه فجاء يوما وهو يتكلم في مجلسه جاء احمد والشيخ ابي سليمان الداراني بيدي درس للناس مشغول بالدرس واحمد يقول له فوسط الدرس بيقطعوا يقول له ايه ان التنور قد سجر فما تأمر يعني الفرن خلاص ولعناه تؤمر نعمل ايه للضيوف دول ولعنا الفرن تؤمر ليعمل لهم ايه فهمت فلم يجبه مشغول في درسه فقال مرتين او ثلاثة فقال ابو سليمان اذهب فاقعد فيه زهق منه قال له اذهب فاقعد فيه كأنه ضاق به قلبه وتغافل عنه ابو سليمان ساعة وبعدين بعد ما قال كده بشوية افتكر انه هو واخد عليه العهد ان يسمع كلامه على ضوء ايه ده حيرمي نفسه في التنور فايه وتغافل عنه ابو سليمان ساعة ثم ذكر فقال ادركوا احمد فانهم في التنور لانه قال على نفسي قال لا يخالفن فنظروا فاذا هو في التنور لم تحترق منه شعره ده بيان ان ثمرة الصدق في الارادة ان يحصل ايه يحصل الكرامة الصدق في الارادة يعني بني عليها ايه الكرامة بقى اللي هي ايه خرق العادة القرامة دي هي خرق عادة واحد يقعد في النار ما تحرقوش دي خرق عادة طب ايه اللي خلاه تخرق له العادة صدقه في الايه في الارادة وسمعت الاستاذ ابا علي يقول كنت في ابتداء صباي محترقا في الارادة يعني ايه منهمك في الارادة الى الله وكنت اقول في نفسي ليت شعري ما معنى الارادة يعني من كتر ما ومنهمك فيها وعيشها هو بيقول امتى تجيلي الارادة وهو عيشها امتى وقيل من صفات المريد عشر صفات خد بها مش انتبقى مريد يتوفر فيك العشر صفات التحبب اليه بالنوافل انك انت تكسر من نوافل للعبادات لا يزال عبد يتقرب اليه بالنوافل حتى ايه احبه يبقى اول حاجة التحبب اليه بالنوافل تاني حاجة والخلوص في نصيحة الامة يعني الاخلاص في نصيحة المسلمين مش الدعاء على المسلمين فيه الناس يعدوا يدعى على المسلمين كل من خلافه ويدي عليه اللهم يتمهم اللهم رملهم اللهم دمرهم الحيدة ايه انت بتعمله ده والنبي عمره ما قال كده في دعاء ده كان يقول اللهم مغفر للقوم افناهم العلمون هم كفار وانت بتدي على المسلمين اللهم خلفوك في الرأي اي سنة اللي انت ماشي عليها دي دي سنة ابليس دي فهمت ازاي؟ تمني السوق للناس دي سنة ابليس وعلى شك كده قالك تاني حاجة في اهل الارادة الخلوص في نصيحة الامة يعني الاخلاص يعني تحب لي اخيك ما تحب لي نفسك تلاقي واحد ظالم ما تقولش اللهم اهلك هو هو ظالم تقول اللهم قال يهمه التوبة اللهم بصره بظلمه اللهم كرهه في طريقي هذا وافتح له طريق ايه الرحمة كده تبقى كلامك حلو تهمت؟ والخلوص في نصيحة الامة دي تاني حاجة تالت حاجة والانس بالخلوة يحب يقعد مع نفسه وبينه وبين ربه ليه لانه عنده اوراد واذكار لو قعد مع الناس حينشغل بهم عنا فيحب يبقى يقعد لوحده تهمت؟ قدي الانس بالخلوة عشان كده سيدنا علي كان يقول ايه؟ من علامات الافلاس الاستئناسي بالناس تبقى مفلس لكن بني ادم اللي عنده حاجات كتير وواجبات كتير تجاه ربه مش هيزعب مع الناس كتير لانه هيشغلوه يبقى ايه تالت حاجة؟ والانس بالخلوة رابح حاجة والصبر على مقاسات الاحكام يصبر على المعاناة التي تتطلبها الموازبة على طاعة الله فإن الموازبة على طاعة الله دي امر صعب عن نفسه سهل توازب على صلاتك في يوم او يومين او تلاتة او عشرة لكن صعب توازب على طاعة الله اربعين سنة او تلاتين سنة وخمسين سنة دي صعبة تهمت؟ ادي معناه ايه؟ والصبر على مقاسات الاحكام خمسة والاثار لامره يعني يقدم امر الله على شهوة نفسه يقدم امر الله ومراد الله على مراد نفسه سادس حاجة والحياء من نظره يستحي من ان يراه الله في ايه؟ في حالة ردية كويس؟ والحياء من نظره يعني مداومة المراقبة لله عز وجل في السر والعلم سبعة وبذل المجهود في محبوبه يبزل كل ايه جهده؟ من اجل ايه؟ ارضاء محبوبه وهو الله عز وجل تمانية والتعرض لكل سبب يوصل اليه ولابد ان هو يشوف كل الاسباب الموصلة الى الله ويستوفيها تسعة والقناعة بالخمول يبقى مش عايز الشهرة ولا عايز حد يعرف عنه حاجة فهمت؟ مش كل ما يشوف رؤية منامية حلوة يحكيها للناس عشان الناس تعرف خصوصيته تهمت؟ ازاي؟ ما ينفعش كده زي الراجل اللي هو ايه؟ الابله العابد الابله اللي انا حكيت لك عليه اللي كان بيصلي صلاة كلها خشوع ما شاء الله فالناس تقول ايه ما شاء الله خاشع في صلاة دي فبعد ما خلص الصلاة قال لهم لا وصايم كمان الله ايه ده ده اوه عايز الشهرة بقى عايز الشهرة ده 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 يبقى بني ادم عنده بلاهة تهمت؟ لكن هم يحبوا يخفوا حلهم حتى لدرجة لو اشتهر في بلد وحصلت له كرامة فيها يهجر البلد دي وما يعودش فيها لو اشتهر حلو ببلد علشان الناس ما تشغلوش عن مولاه تهمت؟ يبقى والقناعة بالخمول والعاشر وعدم القرار بالقلب الى ان يصل الى الرب يعني معناه يظل قربه متوجه لمولاه حتى يأتيه الموت لاخر لحظة من عمره واعبد ربك حتى يأتيك اليقين هو الموت يعني وقال ابو بكر الوراق قافة المريد ثلاثة اشياء يعني الافات بقى اللي تمنعك من الارادة ثلاث حاجات التزويق اما تتجوز هتنشغل بامراتك وعيالك وايه والرغيك كتير شغلانة بقى وكتبت الحديث ولما ينشغل بقى بكتبت الحديث وتدوينه والعلم بالرواه وتواريخ الموليد والوفيات والمشايخ ودرجة الحديث تلاقي انشغل بعلوم كثيرة تشغله عن ايه مراعاتي احوالي قلبي تبقى ازاي والاسفار يعني كسرت السفر لان يخليه مشوش السفر يخليك مشوش كتير فدي بيقولك تتجنب الحكاية دي يعني او تزوجت اكتفي بوحدة كان ما شيخنا وجولنا كده اكتفي بوحدة لكن الجماعة اياهم اللي انا بقولك عليه ده ايه بقولك ايه السنة باربع من قالك السنة هو النبي قالك تتجاوزة بقى يومي دوخ نفسه بين النسوان يومي ضايع عمره مسكين فهم لكن احنا في زمن الفتنة ان كان ولابد فتتزوج واحدة بس وتصوم بعد كده ليه لان عندك مشاغل اخرى تعملها وانا حاضيع عمري بقى ان انا دور على دي واختب دي واردي دي وهدي دي واصالح دي واغيز دي بدي وانا فاضي فاللي عنده ارادة ده مش فاضي لكلام ده فيهم تبقى ازاي فيقوم يعتبر ان الحاجات دي ياخد منها بقدر الدواء انت الدواء بتمسك الدواء تشربه كله مرة واحدة ولا بتاخد جرعة بسيطة بتاخد جرعة لو شربته كله تسممت فالتزويق برضو واحدة كفاية طب اتنين اتسممت تلاتة اتجننت اربعة كبروا عليك اربعة تفهمت ازاي ما هي كده فتاخد بالك يعني وكتبت الحديث ما تكتبش من الحديث الا اللي حيان بني عليه عمل وعبادة متشغلش نفسك كتير تخذ من العبادات والاعمال النبوية الشريفة ما يصلح لك في طريقك لمولاك وخلاص مش مهم تبقى بحر في الحديث فيهم تبقى ازاي والاسفار برضو ما تسافرش الا لحج او عمرة او لطلب سعة في الرزق لانك محتاج او شيء منها او لطلب علم لكن ما تسافرش كده للتنزه وتضيع وقتك وقيل له لما تركت كتابة الحديث فقال منعتني عنها الارادة لان كتبت الحديث ضيعت اورادي وضيعت عباداتي وضيعت وانشغلت بالالفاظ عن المعاني اللي بيكتب الحديث قاعد مشغول باللفظ النبوي والمقصود ليس هو اللفظ ده المقصود المعنى اللي وراء اللفظ تفهمت بقى ازاي وقال حاتم الاصم اذا رأيت المريد يريد غير مراده لو ربه يعني فعلم انه قد اظهر نذالته عارف انت ما تقول له واحد يا ندل يعني خبصة طبعي الندل اللي هو ايه اللي هو لا كرامة له في طبعي حتى معروفة يليك وسلم لي على الاندال ندلا ندلا في لغة اهل الصعيد يعني بيخلوا الجيم دال بدأ ما يقول له سلم لي على الانجال نجلا نجلا يقول له سلم لي على الاندال ندلا ندلا لكن هو لا يقصد الندل هنا اللي هو ايه فاقد الشهامة لا ده دي لهجة من لهجات لكن هنا يقصد فاقد الشهامة لهم عندوه الشهامة سمعته محمد ابن الحسين يقول سمعته ابا بكر ان الرازي يقول سمعته الكتاني يقول من حكم المريد ان يكون فيه ثلاثة اشياء نومه غلبة يعني ما ينامشي الا ازغلبه النوم ليه لانه عنده اعمال مهمة مش يستجلب النوم وياخد له رأس منومة لا نومه غلبة واكله فاقة ما يكلش الا زجاع خالص مش مجرد ان هو يشتهي ياكل ده يستنى لما يقرس الجوع يعني بعد ما اشرب الجوع بعدة ساعات يطلب الاكل مش مجرد كده بس ايه نفسه حدسته يطلب لا ده مش كده بقى يبقى واكله فاقة يعني افتقار عند شدة ايه الحاجة للطعم وكلامه ضرورة مش قاعد برابندة طول النهار يعيد ويزيد زي شريف مشروخ لا لانه هو بيقولك من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه فهمت بقى وسمعته يقول سمعته يعني عمر ما يبقى واحد صادق الارادة مع مولاه وكثير الكلام فهمت ولو قالك انا بعمل وبعمل فهمت ازاي وسمعته يقول سمعته الحسين بن احمر بن جعفر يقول سمعته جعفر بن نصير يقول سمعته الجنيدي يقول اذا اراد الله تعالى بالمريد خيرا اوقعه الى الصوفية ومنعه صحبة القراء يعني لو مريد ربنا يريد به الوصول اليه يخليه يمشي مع اهل التصوف واهل الذكر واهل الايه العبادة ويبعده عن صحبة القراء لان القراء قاعد طول النهار يوضى بصوته ويتعلم الانغام اللي بيها الناس تقبل عليه ويشتهر فهو بيدور عالشهرة بالقرآن لكن المريد مش كده المريد مش عايش شهرة اصلا وعايزه وصلي مولاده في السر كده فهمت بقى ازاي وسمعته يقول سمعته عبدالله ابن علي يقول سمعته الرقي يقول سمعته الدقاق يقول نهاية الارادة ان تشير الى الله تعالى فتجده مع الاشارة فقلت فاي شيء يستوعب الارادة فقال ان تجد الله تعالى بلا اشارة يعني غياب الفعل في الصفة والصفة في الموصوف والموصوف في الزيت يعني تبقى ازاي فتسبح افعله بالله كلها تبقى ايه افعله كلها بالله مش بنفسه زي النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له ايه وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايدي يبقى النبي صار هو مظهر مراد الله في الاكوان فاللي مع النبي مع الله على طول فكن كده كن بالله يكن الله معك قبل اشارتك ومع اشارتك وبعد اشارتك تبقى ازاي ادي الحكاية سميته محمد بن عبد الله الصوفي يقول سميته عباس بن ابي الصح ويقول سميته ابا بكر الدقاق يقول لا يكون المريد مريدا حتى لا يكتب عليه صاحب الشمال عشرين سنة يعني الملك اللي بيكتب السيئات يقعد عشرين سنة ما كتبش ولا سيئة ليه بقى اصلي خد بالك انه ان الملك اليمين اللي هو بيكتب الحسنات هو المدير العام ورئيس ملك الشمال فتيجة ما تعمل انت معصية يقوم ايه ملك اليمين يقول الملك الشمال ما تكتبهاش الوقت يا اخي يمكن يتوب يصبر شوية عليه فهمت ازاي يقوم ملك الشمال ما يرداش يدونه مستنيك فهمت ازاي يعني مش معناه انك تبقى معصوم عشرين سنة لا معناه انك انت تسارع بالتوبة كلما وقعت في الغفلة يقوم ما يكتبش عليك ملك الشمال حاجة لانه بيديك فرصة بعد فعل المعصية ما يدونهاش على طول يمكن تستغفر يمكن تتوب يمكن تندب يمكن يمكن لكن ملك اليمين اول ما تعمل حسنا يكتبها على طول وانت بتعملها فهمت لان فضل ربنا واسع كان ممكن ربنا يخلي ملك الشمال هو الرئيس على ملك اليمين لكن ربنا من رحمته بينا عشان كده يقول رحمتي واسع ايه سبقت غضب وقال ابو عثمان الحيري من لم تصحي ارادته بدارا يعني بدري بدري ابتداءا يعني لا يزيده مرور الايام عليه الا ادبارا يعني كلما طال عمره كلما طال بعده عن الله طالما لم تصح ارادته وتوجيه الى الله في البداية زي بالزبط واحد ايه مسلا عايز يمشي في اتجاه مكة كده فهو في البداية انحرف عن مكة بزاوية زاوية واحدة بس من تسعين زاوية فكلما مر كلما ابتعد 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 لحد ما يوصل استراليا ويسيب مكة شوفت كل ما ده قاعد ينحرف ينحرف ما يبتبتدي الاول ايه اللي بتعاد الانحراب بسيط لكن مع مرور الزمان يبال انحراب بعيد اولئك ينادون من مكان بعيد فلابد تزاو توضى بالزاوية بتاعتك من الاول مزبوط كده وجهتك تبقى مزبوطة من الاول تهم يا رب وقال ابو عثمان المريد اذا سمع شيئا من علوم القوم فعمل به صار حكمة في قلبه لاخر عمر يعني المريد مش عايز كلام كتير ده هي كلمة واحدة كفيته العمر مش عايز كلام كتير ولا عايز صحبة المشايخ سنين طويلة لو يسمع كلمة ويمشي عليها طوال عمر خلاص انتهى عشان كده جاء واحد من من الاعراب راح للنبي اسلم سمع صورة الزلزلة فمن لم يفعل مثقالة فمن يعمل مثقالة ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقالة ذرة شرا يرى فانصرف وقال فقهت كل شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه فقها الرجل فهم كل حاجة بقى من سورة واحدة وانت حفظ القرآن كله يا اخي وليس ما فهمتش حاجة نعمل ايه فيك انت اللي هو انا بكلم نفسي يعني لكن انت طبعا حاجة تاني كل واحد يكلم نفسه انت يعني يا يسري يا غافل تهمت بقى ازاي مش انت يعني انت على ادماغك ولو تكلم به انتفع به وكمان اللي يعمل بالايه بالعبادة دي والعمل والحكمة دي يوم ما يكلم الناس باقل كلمة ينتفع الناس بيه في انتبه لدينا طلعا من الالب ومن سمع شيئا من علومهم ولم يعمل به كان حكاية يحفظها اياما وبعدين ينسى وقال الواسطي اول مقام المريد ارادة الحق سبحانه باسقط ارادته وقال يحيى ابن معاد اشد شيء على المريدين معاشرة الاضاد الاضاد اللي هم ايه من يصدوه عن مرادة انت عايز تروح الجامع ودول عايزينك يقعدوك في القهوة فهمت ازاي انت عايز تروح تذكر ربك وهم عايزين يحجزولك في السينما اه دي صعب بقى الواحد سمعته الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي يقول سمعته ابا القاسم الرازي يقول قال يوسف ابن الحسين اذا رأيت المريد يشتغل بالرخص والكسب فليس يجيب منه شيء خلاص ده يبقى ايه يعني ايه اعرف انه هو متساهل لانه بيدور على الرخص لان احنا عندنا طريقنا طريق اهل العزائم فهمت والكسب يعني يعني حامل هم الرزق ادي معناه مش معناه انه هو ماليوش تصنع لا ليه صنع بس مش حامل هم الرزق ربنا يرزقه او ما يرزقوش هو اراضي في كل حال التاني اللي هو بيقولك الكسب ايه هم الكسب هم الرزق وسمعته يقول سمعته محمد ابن الحسين يقول سمعته جعفران الخلدي يقول سئل الجنيد ما للمريدين في مجارات الحكايات يعني ليه المريدين بيحبوا يسمعوا اخبار الصالحين وكرمات الصالحين واخبار الانبياء يحبوا او يسمعوا الحكاوي فقال الحكايات جند من جنود الله تعالى يقوي بها قلوب المريدين لانما بتسمع احوال الصالحين بيجي لك همة انك تبقى زيهم عشان كده اهل التصوف يحبوا يحيوا ذكرى الصالحين ويعملوا لهم موالد ليه يعملوا لهم موالد علشان تمولد فلان الوالدة يقعد الناس ويحكي لهم كيف وصل الى الولاية وكيف كان مجتهدا وكيف كان خلوقا وكيف كان محبا للخير للناس وكيف وكيف يقوم يعمل لك موالد هنا وموالد هنا وموالد هنا وموالد هنا وجي موالد النبي يقعد طول شهر ربيعي يكلم الناس عن نبي امام المتقين قائد الغر المحجلين شفيع المزنبين انما العالم اهل الغفلة اياهم انت عارفهم مش هقول لك اسماءهم تيجي تعمل مولد ولك بدعة تيجي تحتفظ المولد هنا وبدعة خليك انت يا بدعة ده لم يزوق حلاوة الارادة اصلا تهمت ازاي فبيقول ما للمريدين من مجارات الحكايات فقال الحكايات جند من جنود الله تعالى يقوي بها قلوب المريدين فقيل لو فهلك في ذلك شاهد عندك دليل من الكلمة دي من القرآن يعني فقال نعم قوله عز وجل وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وسمعته يقول سمعته محمد ابن خالد يقول سمعته جعفران يقول سمعته الجنيدي يقول المريد الصادق غني عن علم العلماء لانه هو مجغول باحوال قلبه مش فاضي بقى هو ايه يحفظ القواعد والقوالب اللي قاعدين العلماء يضعوها لضبط العلوم هو هو عايز ضبط قلبه مش ضبط ايه مش ضبط العلوم فأما الفرق بين المريد والمراد اللي هو المحب والمحبوب فهمت اللي هو المنيب والمجتبة فهمت ازاي وربنا يقول يهدي اليه من ينيب ويجتب اليه ايه من يشاء يبقى فأما الفرق بين المريد والمراد فكل مريد على الحقيق فكل مريد على الحقيق مراد لأن لولا أن الله أرادك ما كنت مريدا لأن ده توفيق إلا أصلا فهمت فكل مريد على الحقيقة مراد إذ لو لم يكن مراد الله تعالى بأن يريده لم يكن مريدا لأن ما شاء الله يكون وما لم يشاء أن يكون إذ لا يكون إلا ما أراده الله تعالى وكل مراد مريد لأنه إذا أراده الحق سبحانه بالخصوصية وفقه للإرادة ولكن القوم فرقوا بين المريد والمراد يعني أصلا المريد محب والمراد محبوب والاتنين ما قاموا معه بس الفرق إن المحب بيقاسي لوعة الحب والمحبوب مقرب متهني يبقى واحد متعني والتاني متهني بس الكل مع المحبوب واضح؟ هذه الفرق يعني بس واحد محمول والتاني ماشي على رجلي بيعاني الطريق فالمريد عندهم هو المبتدي والمراد هو المنتهي والمراد الذي نصب بعين التعب وألقي في ميقاسات المشاق والمراد الذي كفي بالأمر من غير مشقة فالمريد متعنن يعني متعب والمراد مرفوق به مرفه وسنة الله تعالى مع القاصرين مختلفة فأكثرهم يوفقون للمجاهدات ثم يصلون يعني أكثرهم يبتدي مريد وينتهي مراد ده أكثر الناس كده شفت النبي كده كان يتحنس الليالي زوات العدد في غار حراء مريد يوم يبقى ايه؟ يجيلوا الواحد بقى مراد فاهمت بقى ازاي؟ لكن لابد يتعنى في الأول يتعب في الأول فاهمت؟ فأكثرهم يوفقون للمجاهدات ثم يصلون بعد مقاسات اللتية واللتي اللي هي الدواهي كلها والمصاعب كلها اللتية واللتي يقول لك أنا جيت لك بعد ما شفت اللتية واللتي يعني شفت الأهوال فاهمت بقى ازاي؟ وإلى سني المعاني وكثير منهم يكاشفون في الابتداء بجليل المعاني ويصلون إلى ما لم يصل إليه كثيرون من أصحاب الرياضات إلا أن أكثرهم يردون إلى المجاهدات بعد هذه الأرفاق ليستوفي منهم مفتاهم من أحكام أهل الرياضة يعني ممكن المريد في بدايتي يشوف رؤى ويشوف أحوال ويكشف له عن أشياء كثيرة في البداية تشجيعا له أن يستمر أول ما يوصل تنقطع عنه هذا كله ويرجع بقى يبقى مريد تاني فهمت إزاي؟ يبقى اللي بيكسر من الرؤى ده لسه طفل في الطريق عشان ربنا يشجعهم زي أنت ما يبقى ابنك لسه عيل صغير كما مش بحكرة للمدرسة ثم تاخده وتجيب لك الشبسي وحاجة حلوة مش عارف إيه وتشجعه وتجيب له عجلة وأجيب لك هدوم جديدة أول ما يفهم مصلحته ويبقى في الجامعة خلاص بقى حتى لو قلت له ما تروحش حيغرب منك ويروح صح ولا لا؟ حتى لو معاوش فلوس يروح ماشي على رجليه لأنه عرف مصلحته إنما المريد اللي في البداية لسه مبتدأ يوم ربنا يدي له بعض المعاني اللطيفة بعض الرؤى عشان كده في ناس يقول لك ايه أنا كنت زمان هشوف رؤى حلوة ومن ساعة ما خدت الطريق وبتاع انقطعت انقطعت لأن خلاص نضكت وانت عايز طول عمرك طفل بتمشي بكيس الشبس الشبشي وشوية البسكوت وشوية الملبس والبنبن لا خلاص ما انت بقيت راجل والراجل الحاجات دي ما تغروش ولا ينظر ليها سمعت الأستاذ أبا علين الدقاق يقول المريد متحمل والمراد محمول وسمعته يقول كان موسى عليه السلام مريدا فقال رب شرح لي صدري وكان نبينا صلى الله عليه وسلم مرادا فقال الله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وكذلك قال موسى عليه السلام رب أرني أنظر إليك قال لن تراني وقال النبي نساس ألم ترى إلى ربك كيف مد الظلم لقد رأى من آيات ربي الكبرى وكان أبو علي يقول إن المقصود قوله ألم ترى إلى ربك يعني ألم تنظر لربك وبعدين عشان يغطي نقاب هذا المعنى العالي قال له كيف مد الظلم بيغطي المعنى تهمت بها إزاي لكن هو المقصود ألم ترى إلى ربك وقوله كيف مد الظلم ستر للقصة وتحصين للحالة وسئل الجنيد رحمه الله عن المريد والمراد فقال المريد تتولى سياسة العلم يعني العلم الشرع مجغول بأحكام العلم الشرع والمراد تتولى رعاية الحق سبحانه لأن المريد يسير والمراد يطير فمن يلحق السائر الطائر فمتى يلحق السائر الطائرة وقيل أرسل دنون إلى أبي يزيد له أبي يزيد البستاني رجلا وقال له قل له إلى متى النوم والراحة وقد جازت القافلة أم اكتهد بأبو يزيد بقى لقد اكتزت القافلة يعني قافلة الصادقين خلاص مشيت وانت لسه نايم لي فقال أبي يزيد قل لأخي زنون الرجل من ينام الليل كله ثم يصبح في المنزل قبل القافلة يعني احنا من المحمولين كل واحد بيتكلم من ايه من حاله مع الله فقال زنون هنيئا له هذا كلام لا تبلغه أحوالنا احنا لسه في البداية والله تعالى أعلى وأعلم اللهم حققنا بحقائقهم واسلك بنا مسالكهم ويسرنا للعسرة وجنبنا العسرة واغفر لنا في الآخرة والأولى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الممي وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عمنا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين